فتوى فتوى أولماء أهل السنة والجماعة على المسلم أن يكون دائما في طاعة الله وعبادته حافظا عن الفرائض تاركا للمحرمات في رمضان وفي غيره لأن بعض الناس يجتهد في رمضان فإذا خرج رمضان انفلت وعاد إلى الأحوال السيئة هذا لا ينفعه رمضان لأنه بنيته أنه إذا خرج رمضان أنه يعود إلى ما كان من قبل من المعاصي والسيئات واللهو والغفلة فهذا لا ينفعه شهر رمضان لأن طاعة الله ليست موقتة بوقت ثم ينتهي لا طاعة الله دائمة قال تعالى وعبد ربك حتى يأتيك اليقين يعني الموت فلا ينتهي عمل المسلم إلا بالموت إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعوه أيها الإخوة يجب أن نعظم حرمات الله ومن يعظم حرمات الله هو خير له عند ربه ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب علينا أن نعظم شعائر الله في رمضان وفي غيره ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر